فيه سؤال فيه سؤال حد حد اتصل ويساب لنا السؤال لان هي مكسوفة تقولي السؤال ده عندها ابنها عنده تمان سنين وبيستعمل للأس اتناشر سنة اتناشر سنة عنده كم سنة ابنها عنده اتناشر سنة وتمان سنين عندها الاتنين ولدين والاتنين بيعملوا دول عدس سرية صح طيب يبقى هي عندها ولدين عندهم اتناشر سنة وتمان سنين والاتنين بيعملوا العدس السرية طبعا اتناشر سنة ده مش هقول مقبول لكن معتاد بيجينا ان ده معتاد ان ده يحصل التمان سنين ده بقى هيبقى ليه كلام تاني لكن اللي عنده اتناشر سنة ده ايه القصة القصة واضح ان الحياة اللي هم فيها دي بتتح لهم ان هم يتطلعوا اما هم بيمرسوا ما حاجة اسمها التلصص الجنسي او مشاهدة الاباح الاتنين دولا اكتر حاجة تخلي الاطفال دولا يحصل لهم كده بس فيه حاجة تانية حاجة تانية جدا جدا انت بتقولوا ليه بتخرج كتير وبربيته تسيبهم فيه ورطة تاني بقى احنا لازم نخلي بالنا منها فوقات كتيرة العادة السرية في بعض الاحيين بتكون بدايات سلوك جنسي غير متزن يعني بتبقى العادة السرية بدايات سلوك جنسي غير متزن سببه التعرض للتحرش فاحنا ببساطة خالص احنا محتاجين نقعد مع الاولاد اول حاجة نعمل ايه نقعد مع الاولاد ونسمعهم نديهم الامان ونسمعهم هيقولوا ايه حتى لو قالونا ان احنا كنا بنبص على بنت الجيران بنبص على ما عرفش لازم نسمع ده سماع جيد جدا اذا كان الكلام حصل بسبب التحرش فاحنا محتاجين ناخد موقف مع من تحرش لو هو موجود في محط لازم نبتعد عن لازم نعمل ده وفي الغالب في مسألة التحرش قد نحتاج الى استعانة باخصائي لان المسألة في السن دي الاثار السلبية بتبقى شديدة جدا جدا فيما بعد ذلك طيب لا ده كل الحكاية احنا عندنا التلصص وعندنا مشاهدة الاباحية لازم بقى نبتدي حاجة تانية خالص اول حاجة لازم نخلي اولادنا عندهم اهتمام بحاجة تانية تدخل السعادة على قلبهم زي مثلا ايه زي ان احنا نكلمهم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نكلمهم عن محبة الله نكلمهم عن ان كتير من الخير ممكن يعمله للانسان هو ايه اللي حصل دلوقتي الاولاد دلوقتي هياخدوا جرع معادلة لإفراز دوبامين ومساء اللي تتعلق بالسعادة عن طريق اعمال كتيرة افعال كتيرة جدا جدا فاحنا هنعمل ايه عن فعامهم الفرق ما بين اللزة والسعادة ازاي بان احنا نقولهم ان الحاجات الافعال دي بتخلي الواحد سعيد بتخلي الواحد منتشي بتخلي الواحد كأنه بقى زي العصفورة فيبتدي يتعرفوا على الكلام ده تعطي تقولوا بس هم صغيرين مش هيقدروا ده لا هم دلوقتي تجاوزوا المرحلة السنية بتاعتهم تجاوزوا ادراكات السنية بتاعت الادراكات بتاعت الاطفال اللي هم فيها دلوقتي لان هم ببقوا 8 سنة و12 سنة هم تجاوزوا دلوقتي هم تجاوزوا الى مسألة اللزة الجسدية فبقى عندهم هذه الحالة فاحنا لما نكلمهم على ده عن لقيمهم مستجبين هايفهموا ده كويس اقوي يبقى احنا محتاجين ده محتاجين كمان نوسع عملهم للخير يعني نخليهم يتطوعوا يخليهم ينزلوا يعملوا اعمال خير كتيرة جدا 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 اللي هيحصل ده هو يحس بان فيه حاجة هو بتتغير لان هو ايه اللي بيحصل هو بيضطر يعمل العدى السرية دي لما يحس ان فيه فراغ عاطفي عنده فيضطر يعمل الكلام ده لما يحصل الكلام ده الامر التاني تركهم فترات طويلة لوحدهم ده مش احسن حاجة لان ممكن في بعض الاحيين الامر يتفاقم وخاصة انهم اخواتهم موجودين الاتنين مع بعض فانا شايف كمان لازم نقلل فترات وجودهم لوحدهم بدون هنا فيه تلات محاذير بقى بدون اول حاجة الاتهام الدائم لهم وبدون وصمتهم ان هم ناس موصومين ان هم ناس خراص بقوا ناس مجرمين وناس ولا عزو الله مش طهرين الحاجة التالتة يبقى بدون اتهمهم وبدون وصمهم الحاجة التالتة وبدون تتبعهم بلاش نتجسس عليهم تلات حاجات دي يبقى خراص لازم نبتد عنها واحنا عندنا حلقة عن الكلام عن العدى السرية ارجو ان هم نشوفها بشكل دقيق ونكتب حتى الحاجات والحلول اللي احنا حطناها